هي ردها ودفاعها وان ممية في حرقهم المصحف جاهزين للنفخ الشديد اسمع يا سعيد واجهز عشان النفخ النهاري ومن لسانها هي وساطة مع او ضد اهانة المقدم اليومين الماضيين بشكل كتير كبير ولكن بنفس الوقت كلمة الحق تقال انه هو شاب عراقي وسعيد ابو مصري الاسلام من اول وقوعه برا ما يسمى بالوطن العربي لقوا قوانين تحميهم لقوا حالهم برا حكم الشريعة وسعيد ابو مصطفى نفس الامر بروسيا اول مرة مثك القرآن اهانوا وشلفوا بالنهر من على الرسر ثاني مرة عمل دبكي عليه وكب ويسكي عليه فرحانه فرحانه بالسلو ولكن من باب اهانة القرآن والله ومحمد مم ماشي هلا امت القيامة وكالعادة we começa con nos Jesuc Girish w two Has Saved نحنا كمسيحيين تعلمنا وتعودنا من الصغر انه ايماننا المسيحي وكلام الرب الاله بالكتاب المقدس مقدس محفوظ ونثق انه عنا اله ينتقم هنعرف وفعلا على مدار العصور ما شفنا حدا وقف بوش الرب الاله غير وانتأم. اما للرومان عملوا فيه يا بيت بل بتقولك ما شفناش حد واقف قدام الرب الاله الا وانتأم. تأم مين يا بيت ده عملوا فيه حاجات استغفر الله العظيم. اما للرومان يا بيت اللي عملوا في رب اصبر عشان انتين جاي وارا. عايشين ومبسوطين وعم يدخنوا ويستروا ويشربوا وعايشين حياتهم. عادي. وتمت اهانة القرآن. انت فرحونا بقى كده ها? فاللي بدي يقوله انه اليوم وضع هالأمة حول العالم اه لا يحسدوا عليه. كلم علي ان احنا. وبرجع بكرر. صحيح انا ضد اهانة اي مقدسات. كدابة. بس لازم يدوقوا من الكاس الشربوه للاديان الاخرى. احنا. لازم يدوقوا وجع انك انت بتقول عن دين اخر وعن كتاب اخر محرف والله ما احنا اللي قلنا على كتابكم محرف فقط ده انتوا قابلنا كاتبين في كتابكم اذ قد حرفتم كلام الالي الحي رب الجنود الهنة وهنجيب. انتوا جاهزين للقصف الشديد على عبيد الخراف العنيد. من لسنهم ومعتقدهم وكتابهم وحاجة اخر حلاوة اهم حاجة تعمل ما اقوله لك. تلات نقط مهم. اول حاجة اشترك في القناة فاعل الجرس عشان ومصلك كل جديد. واشترك في الصفحة وفاعل اشعاطها كزلك عشان ومصلك كل جديد. شارك الفيديو في الفيسبوك واليوتيوب على حسب استطاعتك. الناس اللي عايزة تدعم اعلانات القناة والقناة والصفحة البيبال والباتريوم فين في وصف الفيديو. جاهزين? ما يجي خرام في تطاولها على الاسلام. لا تقل اصلا عن سعيد ابو ديفيد وعن سلوان موميا اللي بها احرق المصحف. لا تقل لانها سفلة وقللت الادب برضو على الاسلام ولا بتتسافل وتقل ادبها على الاسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام الا بعدما خرجت الى امريكا. يعني من الاخر خبيثة الدين. خبيثة العقيدة. في وسطنا محترمة ومؤدبة. وبعدما خرجت ظهر الوجه الاسود لهذه العقيمة التي هي عليها. نبدأ الفيديو واحدة واحدة وبعد كده نعلق بالاديل. ببساطة مع او ضد اهانة المقدسات الاسلامية. هذا السؤال ورد على موقعنا باليومين الماضيين بشكل كتير كبير. في الوقت كلمة الحق تقال. ايه كلمة الحق? انه سلوان موميا هو شاب عراقي وسعيد ابو مصطفى شاب مصري. الاسلام متل ملايين حول العالم ارتدوا عن الاسلام اول ما طلعوا برا ما يسمى بالوطن العربي. لقوا قوانين تحميهم. لقوا حالا برا حكم الشريعة. سعيد ابو مصطفى نفس الامر بروسيا. طيب في عندنا نقطتين هنا. اول حاجة بتقول ان سعيد ابو ديفيد ده. وان سلوان موميا الاتنين مرتدين. لا مش صحيح. اما سعيد ابو مصطفى فكان شيعي اثنى عشري عبد اتنشر اله. ده بص ده كان صوفي عبد قبور. وبعد كده انتقل بقى اثنى عشري. وبعد كده بقى مسيحي ارثوذكسي. وبعد كده. بيقول ايه? بيشوف السبوبة راحة فين ويشتغل عليها. فما تقوليش ده اصلا مرتدي. ما تسمي ويت في المسلمين اصلا. لان ده عبدي من الاخر عبد الدولار. التانية. التانية ان اللي اسمه سلوان سلوان اه موميا ده يا فندم سلوان موميا مسيحي اه سرياني. مسيحي سرياني. البنت متهبل. بتهبد. البتولك كان مرتد. لا ما كانش مرتد. النقطة التانية. ما يسمى بالوطن العربي. طلعو. لقوا قوانين تحميهم. لقوا حال اه بر حكم الشريعة. عرفتم قلة الادب والسفالة التي هم عليها متخذة من ايه? ماجي اخراء على عقيدة زبالة. على عقيدة هراء. ماجي اخراء على عقيدة هراء الهراء. على عقيدة خراء. وكذلك زكريا بطرس اصبر وحاجب لك الدليل في الحلقة دي. شفت العقيدة الناجسة التي هم عليها عقيدة بتقولك ان في وسطنا محترمين. واول ما يطلعوا براه الا ادبهم على الاسلام والمسلمين. تبقى دي عقيدة ايه? اليس عقيدة عقيدة خبيثة? اليست عقيدة خبيثة? لا وفي هنا تنبيه مهم. يا مسلم يا المضحوك عليك. يا المظن ان هؤلاء الناس فيهم خير. طبعا الا من رحم الله. ما نقدرش ننكر ان في بعضهم اه محترم. وطبعا انا رضي هنا في قناة دي على قليل الادب فقط. القليل الادب والمتطول على الاسلام والمتطول على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فقط ما اؤدبه وبلسانه او بعقدته هو. اما المحترم فليس له منا الا الاحترام. ولفضلا قلتها قبل كده اي شخص محترم لا يسئل الاسلام من النصارى يا ريت ما يسمعنيش. ما يسمعنيش. فعلا انا نقصد ما يسمعنيش. لاني هوجعه. لكن انا رضي على مين? على قليل الادب على الاسلام كزكريا بطرس وادباعه. ماجي خرم وادبعها. وكذلك رشيد وواحد وادبعهم. المهم الشلة اللي بتهاجم الاسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. الا تجد ان من الخباثة واوسخ الدياسة وانها عقيدة زبالة. انك تكون في وسط قوم. تبقى محترم معاهم. واول ما تتخبى تقيل لادبك على دينهم. واول ما تسافر برا تقيل لادبك على دينهم. يعني انا اضرب لك مثال صغير. لو عندنا في السعودية مثلا سمحوا بحرق الكتاب المقدس. هل تعتقد ان في واحد هيعملها? لو في السعودية لو الحكومة سمحت مثلا بحرق الكتاب المقدس. هل تعتقد ان في مسلم واحد هيعملها? او هان يرى ان هذا اصلا من نصرة الاسلام في شيء? الاجابة ليه? لان ديننا دين الاحترام. والفقرة التمام التمام. اما عقيدة هؤلاء فعقيدة زبالة يا حمام. وده هو ده كلامي. يا فانتم العقيدة النجسة. باعتراف مين? باعتراف? الاب ساموئيل. اسمع كده من رجل من اكبر علماء المسيحية اسمه الاب ساموئيل. مع مين? مع راشيد حمامي. مستضيفينهم على قناة الحياة المسيحية. اسمع بيقول الاعمال. الصالحة لا يمكن ان هي تكفر عن الزنوب. اولا. اعمال الصالحة. لا يمكن ان هي تكفر عن الزنوب. اولا لان هي مش صالحة مية في المية. فانا بعملها يمكن باتبهى بيها او كبرياء. اه. او حتى اريح ضميري. فهي هي بنى عليها صالحة لكن هي مش صالحة مية في المية. اه. جزء منها في صلاح. لكن لو انا عملت اعمال صالحة بنسبة خمسة وتمين في المية. والمطلوب باني مية في المية. بيبقى انا ما عملتش حاجة صح. ولانا افترض انا عملت اعمال صالحة مية المية. هل ممكن تغفر على الزنوب. انا بس بافترض. الكتاب. بيقول لك ان كل اعمال بالرنة كثوب عدة. يعني ايه? يعني نجاسة. النهاردة الاولوز عند المرأة في الدورة الشهرية بيوريك ان الدم ده فاسد. فبيوصف الكتاب ان الاعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. اعمال الصالحة? اعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. اولوز بالاجنحة. وصفه اكبر علماء او من اكبر علماء المسيحية. وصف ان الاعمال الصالحة بتاعت ماجي خراء وزكريا بطرس ورشيد العبيد والمتطولين على الاسلام. افضل اعمالهم نجاسة. ما هي افضل الاعمال الصالحة في العقيدة? العقيدة. يبقى العقيدة ايه? نجاسة. هي حاجة انا ممكن تسمعها حالا. اسمعها منك. تقول كده بينك وبين نفسك حالا محمد هو بيتكلم الان عن دليل? ايوة يا فندم. جميع اعمال برنا كثوب عدة. عارف يعني يا فندم? جميع اعمال برهم كثوب عدة? ده نص كتاب يا فندم. قلوص بالاجنحة. جميع قد صاروا كلهم كنجس. زكريا بطرس رشيد ماجي خراء. كل المتطولين على الاسلام. الكتاب بيقول عنهم نجس. وكثوب عدة كل اعمال برنا. يعني ايه كثوب عدة? عارف الهدوم العدة اللي هما هدوم النجاسة. هدوم المرأة هدوم المرأة للدورة الشهرية. يبقى كل اعمال برهم بما فيهم التوحيد. بما فيهم العقيدة. ايه? ثوب عدة يا فندم. قلوص بالاجنحة. انا اللي قلت. ده الكتاب اللي اه. ما تجيش انت بعد كده تقول لي يا محمد يا نصيف انت بتقول عقيدته. مش انا اللي قلت. الكتاب بشرح المفسرين. قولي يا بنت الشياطين. سعيد ابو مصطفى نفس الامر. مم. بروسيا اول مرة مسك القرآن اهانه وشلفه بالنهر. شفت فرحانة بنت الحرام. عمل دبكي عليه وكب ويسكي عليه عشان يشرب بالزبط. اه. ولكن من بعد اهانة القرآن والله ومحمد. شفت فرحانة بنت الحرام ازاي? ليه? عشان خارج بر الشرق الاوسط. خرج الوجه الخبيث النجس لعقيدتهم. يا فندم. المسلمين المستمعين ما تكونوش مغفلين هؤلاء الشياطين يتمنون زوال الاسلام والمسلمين. يتمنوا زوال الاسلام والمسلمين. ولا والله والله وبالله وتالله. لو مدتم انتم وربكم كذا مرة. فلن يزول الاسلام. لو مات ربكم. لن يزول الاسلام. بص خليه متاني وتالت وربع. خليه ينزلوا المسلمين يعودوا موتوا فيه. وبرضو لن يزول الاسلام ولن يضر الاسلام شيء. وينجي النقطة مهمة اوي. اللي هي ايه? تتكلم على سعيد ابو مصطفى وفرحانة بيه انه قل الادب واحرق المصحف. ودي مش اول مرة هذا القذر. لا استنى. هذا صاحب العقيدة القذرة. ما هو لو لن عقدته وقدر عقدته زبالة سعيد ابو ديفيد ده. ما كانش عمل كده. وبعدين برضو سعيد ابو ديفيد ايه? على العقدة الوسخة بتاعة ماجي خرام. لا انا اسف انا اسف انا اسف خلينا نلتزم بنص الكتاب على العقيدة الناجيسة. على العقيدة الايه? الناجيسة. بتاعة ماجي خرام. واه. وخلينا نلتزم بنص الكتاب وبتفسير المفسرين. على العقيدة الأولوز بالأجنحة يا مسلمة والله يا مسلمة احمد يا ربك على نعمة الاسلام يا مسلم احمد ربك على نعمة الاسلام بس نرجع تاني يا مسلمة احمد يا ربك على نعمة الاسلام لان انت هتبقى عارفة اكتر 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 الا انا بقوله فعقيدة ماجي خرام وزكريا بطرس ورشيد ما هي الا ثوب المرأة التي في الدورة ما هو الا اولوز. ما هي الا هذه العقيدة الا اولوز بالاجمح. يا خبرة بيض لما تكون العقيدة كده. لما تكون العقيدة كده الاله. مش احنا متفقين الاله نفسه عندهم. صار نجسا باعتراف الكتاب ولا ايه? طب نجيب المصدر ده بسرعة عشان احنا قرأناه قبل كده عشان هيخدم هيخدم الحلقة بتاعتنا. النص في التفنية واحد وعشرين تلاتة وعشرين. فلا تبت جثته على الخشبة. مين ده يا فندق? بل تدفنهم في ذلك اليوم لان المعلق ملعون. فلا تنجس ارضك. يبقى ملعون وبينجس الارض. مين ده يا فندق? عليش اتكلم انا? شرح الكتاب المقدس اللي احد القديم القصة انتونيوس فكري سفر التسنيه واحد وعشرين. ننزل لاخر عدد. اخر قطعة في التفسير. حنلاقيه بيقول. المعلق ملعون فهو معلق بين السماء والارض فهو مرفوض من كلايهما. فلا تنجس ارضك اذا كان يجب دفن المصطوب. مين المصطوب? اله زكريا بطرس. اذا كان يجب دفن المصطوب حتى لا تتنجس الارض. مين اللي نجس? مان الذي ينجس? باعتراف الكتاب باعتراف التفسير. من المؤكد يجب دفن المصطوب حتى لا تتنجس الارض. من المؤكد ان موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح. مين النسيح? اله مجي خراء? اله زكريا بطرس? نحن لا نتكلم عن نبي الله عيسى. فنبي الله عيسى لم يسطب ولم يقتل. عن عن المسلوب الذي بيدفني حمل اللعنة والنجاسة. ده كلامي? ولا كلام المفسر? عرفت دي? طب النقطة التانية. سعيد ابو مصطفى نفس الامر بروسيا اول مرة مسك القرآن. اه. اسمع بعدي? بالنهر من على الجسر. تاني مرة عمل دبكي عليه وكب ويسكي عليه وعن شو عم يشرب بالزبط. عارف ليه كب ويسكي عليه وفرحانة ان هذا ابن الحرام فعل هذا الكلام في القرآن? عارف ليه فندم? لانها بعدما كانت تشتمه وبتسبه في بس ديها من قبل الكلام ده بسنة. لها ما تخلي بالك ما العبدي للام عاسي دي هات. يعني كانت بتشتمه وبتسبه وبتقول عليه خمرج وسطلان وملحد عبد دولار وعدد المسيح في بس تاني لما كان بيضيع عليها السبوبة وكان بيحاربها في سرقتها ولا بيحاربها في تبرعاتها كانت بتشتمه وتهينه وتقول عليه ملحد. لكن دلوقتي لما شتم الرسول او لما اسأل القرآن رفعته وعلت مكانته. انتوا عارفين ان العبد الله هيسكت? لا انا هجيب لكم الفيديوهات اللي من سنة. فيديو من سنة. من سنة. كانت بتعمله بترد فيه على وحيد. وقامت جايبة كمان سيرت ابو مصطفى وقالت عليه شمام او سبسو كوركي. ردوا طلعوا حيدر وحسين وسعيد وابو مصطفى وابو محمد وابو ما بعرف مين هالاشكال هي. اه. كمان انا طلعت طلعت حيدر عندي. اتلكون روحوا وتعبعوا هذا عابر جديد. ماشي. ومستعدة ادعم اي حدا بيقول انا للمسيح. حتى لو كان كذب في رب بيكشفه. اه. ولكم كلهم نكشفه. كلهم جماعة ملحدين تبع تاتويات وتبع تدخين. بيطلع وراء قونات بيدخن. والتاني تبع تاتويات. اليوم احتاج لايكات بيجي بيلعب على وطر المسيحية والمسيحين بيطالع مسلم قدامه. متفقين مع بعض. لحتى يعملوا مصارعة تيران. لحتى هالمسيحي المسكين المحروم المداس بالوطن العربي يزقف شوي. ويكسبون لايكات. ميرجعوا بيلعوا عندهم شعبية وجماهيرية بيروحوا بيقلبوا على فاشن وابراج وقرفوا الحاج. سمعتوا قالت ايه على سعيدة ابو ديفيد على الخنزير? قالت ايه عليه قبل ما يحرق المصحف? سمعتوا الكلام ده من سنة من سنة. سمعتوا في الفيديو بتاع مبارحة. الفيديو ما اجي خراء كان مبارح ها? سمعتوا في فيديو مبارحة عمالة بتمجد فيه وتعملوا بطل قوم ازاي? عبدت سيديهاتك عندي يا بيت انتو عبيد شيطان كلكو على بعضكم. انتو عبيد ملعون كلكو على بعضكم. انت هتكسر ان انت تقولي يا عبيد نجس كلكو على بعضكم. كلكو على بعضكم لا تعبدون الله ولا تعبدونا اي الاه?نتو لا تعبدونا الا الدولار. الا المصلحة والسبوبة. وتتحكيش على المتابعين. اه شفتوا يا اخوة الان بتقول عليه ايه ملحت 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 دلوقتي. و بعد جايا امم رح ؟ عارزة تعملوا بطل قومي. سعلمين يا بيت? ده نابو نصير. ايبا انا هجيب بعد كده حتة او جزئية عشان انا نسيت اقول لكم ان انا لسه ما قصفتش. انا بجاهز للقصفة. عايزين القصفة فين? اسمعوا الجزئية دي وهي فرحانة باهانة الاسلام. ثم بعد ذلك هنتكلم على قوة الرب بتاعها. وازاي الماء. وكب ويسكي عليه وعلى شعر مش رب الزبط. ولكن من باب اهانة القرآن والله ومحمد. سبيري. سبيري. هلا. قامت الايامة كالعادي. نحنا كمسيحيين. تعلمنا وتعودنا من الصغر. انه ايماننا المسيحي. وكلام الرب الاله بالكتاب المقدس. مقدس. محفوظ. محفوظت هتعملي محفوظ ايه يا بيت? ده ما فيش عندك وحد حفظ الجلدة. بتقول لك المحفوظ. محفوظ. لا فتش ده فتش يا انا. يا بتي انت مفيش عندكو حد حفظ. انا ما بيقول لكش حفظ انجيل كزا ولا انجيل كزا ولا سفر كزا ولا نشد انشاء. انت مفيش عندكو حفظ الجلدة. الجلدة مش محفوظة. مش محفوظة. المهم. اللي بعده. الركز دي في اللي بعده. انه عنا اله. لا لا. تعلمنا وتعودنا من الصغر. انه ايماننا المسيحي. وكلام الرب الاله بالكتاب المقدس مقدس محفوظ. ونثق انه عنا اله. ينتقم. ينتقم. وفعلا على مدار. يا بتي ينتقم مين ده عاجز. ده عاجز. ده مش كلامي. تعرفة ربنا قدر على كل شيء. امين. طبعا. يا. قدر على كل شيء قادر. ربنا وقف عاجز. يا. قدر على كل شيء قادر. ربكو وقف عاجز يا زيكو. قل لي ما اجي خرقت البيه في الزبالة. الاله الذي يقف عاجز ارموه في الزبالة. قل لي ما اجي اخرق. انا عارف والله في بعض الاخوة انا عارف يقولي انت اسطوبك شديد. وكلامك شديد. وكأنك بتصب عليهم المغلي من الحديد. ومن الرصاص الشديد. وانا اللي بدأت. انت عمرك خش القناة والصفحة. عمرك عمرك عمرك. ما تلاقيني ابدأ حد فيهم محترم. باي اساء او اي لفز خادش او اي لفز شديد. عمرك ما تلاقيني اتكلم عن شخص محترم فيهم بالطريقة دي ابدا. وإلا. فأي وإلا. إلا قليل الادب. ربنا قال في القرآن. ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي احسنوا. إلا الذين ظلموا منهم. اللذين ظلموا. انا عايزك انت كمسلم كطيب كده او رهي في القلب كده. وحس ان الكلام اللي بقوله جديد. روح رجع تفسير الآية دي. إلا الذين ظلموا بالاخص. روح رجع تفسيرها عند المفسرين. روح رجعت. انا مش حاولك تفسيرها ايه كمان. إلا الذين ظلموا. العبد لله تخصص الذين ظلموا. انما المحترمين انا ما بجادلهمش اصلا. يعني الشخص المحترم فيه انا بقولك ايه مش ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن. انا بقى ما بجادلش اصلا المحترم منهم. بتركوا شأنهم. اعبد ما تعبد يا عم الحاجة. انما اللي يغلط في ديني العاجز في الزبالة يا زيكو. تعرفة ربنا قدر على كل شيء. طبعا. لا ربكم مش قادر. ده مقدور عليك. قدر على كل شيء. قادر. ايه رايك بقى ان ربنا وقف عاجز. يا. قدر على كل شيء. قادر. ايه رايك بقى ان ربنا اوقف عاجز. كما اوقف من مواقف. ويحكيك كتاب المقدس. كمان. كمان. عاجز. كما اوقف من مواقف. ويحكيك كتاب المقدس. عاجز. عاجز. اه عاجز. لما اوقف قدام ارشاليم. ام. يا ارشاليم يا ارشاليم. كم مرة ارادت. ام. ان اجمع اولادك كما تجمع دجاجة فراقها تعتاجها. تجمع. ولم. اقدر. تريدي. او لم تريدي. دجاجة. طب اه دجاجة. مش حاضر. مش حاضر اعمل الاجمع. مش حاضر. مش حاضر اعمل اجمع. مش حاضر اعمل ارادة. مش حيقدر. مش حاضر اعمل اجمع. مش حاضر اعمل ارادة. مش حيقدر يعمل ارادته. انا اللي قلت. انا اللي قلت ان اله ماجي خراق. ده عاجز. حينصركوا ازاي? حينتقم لكم ازاي وده? عاجز. وايه? صارة الدجاجة لا والمشكلة مش دجاجة بس ده وخروف وهتعترف مين ماجي خرام ماذا اعترف يا محمد بيشارحيها لنشيد الانشاد لنص صفر لنص حبيبي ابيض واحمر قالت على ايه على الخروف ايه احمر وابيض هي بالرؤية مكتوب بيض وثيابهم بدم الخروف فالأبيض والأحمر الأبيض عطوا الرمز البساطة والسلام والتواضع والنقاء الخالي من اي شائبة هو المسيح الوحيد اللي النقي الخالي من اي شائبة الخروف ماشي والأحمر اللي هو دم ايضا هو دم الخروف دم المسيح كناية عن الفداء لنقولش تريطون الرابعة ايه ده ايه ده احمر وابيض هي بالرؤية مكتوب بيض وثيابهم بدم الخروف مين الخروف ده الابيض والأحمر الابيض عطوا الرمز البساطة والسلام والتواضع والنقاء الخالي من اي شائبة هو المسيح الوحيد اللي النقي الخالي من اي شائبة اللي بعدو والأحمر اللي هو دم ايضا هو دم الخروف دم المسيح كناية عن وهي بتعتقد ان الخروف ده هو الرب هو الرب بتقول لك قوي ويعمل قوي دي من ده عاجز ثم فرخة ثم خروف والله عار عليكم لا انا الحتة دي اصلا عجباني انت فتر كده ان خلصت تعليقا على الجزء ده لا اسمعتني قالت ايه عشان عندي تعليق تاني افخم وافخم على الجزء ده بتقول ايه الرب بتاعكم ايه تعلمنا وتعودنا من الصغار انه ايماننا المسيحي وكلام الرب الاله بالكتاب المقدس مقدس محفوظ انا برضو انا برضو اهلا ونثق انه عنا اله ينتقم وفعلا على دار العصور ما شفنا حدا وقف بوش الرب الاله غير وانتعم تعمين يا بتي يخرب باتك بتحط حك علي انا ده الرومان عامل لا 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 المشاهدين والمشاهدات في هذا البث الطاهر المطهر اكتبوا لي في التعليقات اللي انا هشغله لكم الان وحسماعكم صوت ماجي خرام وهي بتقرأ لكم التعامل ايه في الرب بتاعها بالله عليكم ده يقدر ينتقم ولا يقدر يعمل حاجة خالص مالس 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 ده السرق خدوا اللي باس يا بيت اسألكم بالله العظيم الكلام القادم من ماجي خرام لاله يقدر على ان يدافع عن نفسي اقدر اصطر ان ينفع اي حاجة اي حاجة اي حاجة وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه والبسوه رداء قرمزيا الرب الرب ده ده ربك اللي يقدر وده ربك اللي ينتقم يا ماجي ده بقولك فعروه يا ماجي فعروه انت اللي بتقرأي كمان فعروه يعني انت اكيد مر معاك النصوص دي ينتقم ايه من شوك ووضعوه على رأسه ايه وقصبة في يمينه ايه واه وكانوا يجزون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وابسقوا عليه وبعدين وبعدين ده اللي حينتقم ده اللي انت ايه ده ماجي بتقولك مفيش حد وقف قدامه اللي عمل وسوه فيه يا بتي ده تفف وشه يا بتي تفف وشه ونثق انه عنا اله ايوه ينتقم يتف عليه واتفة كبيرة مش تغيرة وفعلا على مدار العصور ما شفنا حدا وقف بوش الرب الاله ايه لو تف عليه بارض انا مصمم تف عليه ليه الكتاب بيقول كده ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود ثم وبسقوا عليه وانا اعمل ايه يعني انا بقى اقامن بيه ازاي اله ده اقامن بيه ازاي حينقذني وهو كالتف لما انتو نسيين ان ماجي خرق في احد البثات اللي هي في احد الفيديوهات اللي علقت عليها برضو كانت بتقول ان الرب بتاعها وجهه لم يستر عن العار والبسق التف يعني هو اصلا جاي بخدود عشان يتف عليها ايوه الله يا اخي تعالوا بصوا استنى لحظة تفتكروا في شرحها لنشيد الانشات اصحاح خمسة برضو بس العدد طلتاشر قالت خداه ايه دهو كخميلة تطيب ايضا خدود الرب وابده النبوءة عنه باشعية بقول وجهه لم اسر عن العار والبسق يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك زينا نحكي عن البساطة النبوءة عنه باشعية بقول وجهه لم اسر عن العار والبسق الاله الرب نازل بخدود ملازلزة عشان يتف خرب بيتك كافرة اللهم انا نبرؤك من هذا الكفر الصراح والتطاول على ذاتك وجلالك اللهم الحمد لله اننا نقرأ الكفر ليس بكافر ده اللي يسطرني ويحفظني ويمتئم لي هو ده هو ده ده يتجمع عليه شوية شباب حتى ضعفة يتفوا عليه ويخلصوا عليه تخليص هو ده يا فندم ما تنسى هي قالت الرب كمان مش انسان خداه كخميلة تطيب ايضا خدود الرب وابا الرب خدود الرب ما قالتش انسان طب اوعي بقى كده حسنا بسق في وشك اوعي كده حسنا بسق في وشك بقى هات اللي بعده اه قبل اللي بعده تعرف الفيديو ده من امتا اوعى اوعى يا واد ده انا من العبد للنمع عاسي دهات من ثلاث سنين الفيديو ده من ثلاث سنين يا واجعهم يا محمد يا نصيف يا حرق بوزرهم يا محمد يا نصيف لا ومع عشان كده ما اجعزة تقفل للقناة ونثق انه عنا اله ينتقم لا فتشني فتش يا لأ لا بس 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 عشان احسن اصدق بس احسن اصدق طيب بعد ما بسقوا عليه لا ما اصطنا لازم اجيب ديه خطفوا اللباس خطفوا اللباس وهو على رأسه اهه اهتموا يا ملك اليهود وبسقوا عليه تفوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه ضربوه بالرأسه بالشمع على رأسه بص هو التف عليه زمان وتف عليه في القديم والجديد تهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب نعم وانت فرحنة وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانياً ايوا اسمه سمعان ايوا فسخروه ليحمل صليبه ما حاجة؟ ولما ذاق لم يرد أن يشرب درب ولما صلبوه اكتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اكتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة ما تديهم اللباس يا ماجي اكت يا جات على اللباس ما تديهم اللباس يا جات عليهم اديهم اللباس يا ماجي لكي يتم ما قيل بالنبي ايه تسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة ليه تخليهم يعودوا يعملوا قرعة على لباسك اديهم اللباس يا ماجي اللباس واللي ما باسش من غير قرعة بصي انت ممكن تقطعي حتى حتت طالما هو قطنيل وعجبهم اول كده قطعي حتت ودي كل واحد حتة ده اله يقدر ينتقم لي ده اله يقدر يحفظني اصلا ايه اخدوا لباسه بص اصلا مشكلة فيه مشكلة بجد يعني ايه الجمال اللي في اللباس خلاص خلاص ما عادش فيه حاجة حلوة في الكون ولا حاجة حلوة في الفلفل إلا اللباس عينيهم عين الرومان على اللباس مصممين لو لا تطاولكم على الاسلام يا عبيد الظلام لما فضحت عقيداتكم من الخلف ومن الامام ولجميع العيان وجعلتها مصخرة ومضحكة لكل الانام انتوا البادئين انتوا البادئين ولن اتوقف طالما لم تتوقفوا عن سب ديني والتطاول على اسلامي لن اتوقف بإذن رب العالم اللهم لا تجعلني اتوقف اللهم لا تجعلني اتوقف عن فضح متطاول على دينك اللهم امين بسمع لازم يدوقوا من الكاس الشربو للأديان الأخرى لازم يدوقوا وجه انك انت تقول عن دين اخر وعن كتاب اخر محرف وغير سماوي لا والله مش احنا اول من قلنا او مش احنا بس اللي قلنا ان كتابكم محرف الكتاب يا شباب ده سفر ايه يا شباب ده ايه يا فنديم ده ارمية تلاتة وعشرين ستة وثلاتين مش لا لا مش قرآن ده مش قرآن ده مش حديث نبوي جاهز ده الصدمة اما وحي الرب الرب وحي الرب وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة كل انسان تكون وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الهنا اذ قد حرفتم كلام الاله الحي اذ قد حرفتم كلام الاله الحي اذ قد حرفتم كلام الله اذ قد حرفتم كلام الاله يبقى ده حرفهم حرفوا ولا ما حرفوش إحنا اللي قلنا أنا جبت القرآن دلوقتي حرفوا كتابكم باعتراف الكتاب رسالة بولوس إلى أهل رمية إصحح ثلاثة هل ده قرآن أصلا هل ده حديث نبوي هل ده كلام من كلام المسلمين لا ده رسالة بولوس رسالة بولوس إلى أهل رمية إصحح ثلاثة من أول عدد واحد إذن ما هو فضل يهودي أو ما هو نفع الختان كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله طب هل كانوا أمناء هل كانوا أمناء ليحفظوا كلام الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء ما كانوش أمناء لذلك إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إله أنا التفسير والمفسرين والاستزادة من هذا الكلام في عندك سلسلتين سلسلة تحريف الكتاب المقدس قناة تكتب كده جنبها سلسلة تحريف الكتاب المقدس مكافح الشبهات وتكتب جنبها أيضا سلسلة تحريف الكتاب المقدس الدعوة الإسلامية أو محمد شاهين التاعب شاهد السلسلتين باستفاضة يا حمادة هتشاهد ما تقر به عينك ومش كلام المسلمين والله طب أنا أقول لك على حاجة إيه رأيك إن شبه إجماعة إيه لم يكن إجماعة إجماعة إيه لم يكن إجماعة أهل الغرب قاطبة علماء الغرب بتحريف الكتاب في شبه إجماعة لكن البت دي من قبيلة حاشة ما تعرفش حاجة في مسألة النقد النصي ولا النقد المنصيش تعرفش حاجة عن المخطوطات أصلا ده بتقول لك المسلمين هم اللي ألفوا ترجمة الترجمة العربية المشتركة مع إنها عمل مشترك بين الكنيس ده بتقول لك المسلمين حرفوا في الكلمة وحطوا كلمة الله حاجة مسخرة هذه مؤسسة كنيسة بس إيه اللي شهرها؟ اللي شهرها تطول على الإسلام وللأسف المسلمين مغفلين إن هم يخش عدو يتعلقوا عندها ويخش يعملوا لقيقاته ولا يعملوا ووجودوا في البثة أصلا بتاعها أو فيديوهاتها كده ده دعم ليا اللي ما لتعمل ايه؟ تعلم دينا كويس اتعلم عقيدتهم ثم حاججهم بما يؤمنوا معلش لحظة؟ الأخوة تنتبه لي يا كويس أو لو لو كل مسلم ومسلمة الآن وخصوصا المسلمين الشباب يعني عملوا زي ما محمد نصيف بيعمل وردوا عليهم رد موجع من كتابهم الذي يدعون قدسيتهم وكل غلط منهم في الإسلام يترد عليه غلطوا في الإسلام عشرة في المية يفضح عقيدتهم وما عندهم خمسين أو مية في المية وكل ما يغلطوا في الرسول أو في الإسلام بنص نجيب لهم عشرات النصوص تفضح باطل ما عندهم والشيطان الذي يعبدوه وانتشر الأمر في ألوف المسلمين بألوف القنوات وقنوات فضائية هل تتخيل أن في مسيحي على وجه الأرض حيقدر يطلع برة ويسيء للإسلام والمسلمين لو عارف أنه حيغلط في الإسلام مرة حيترد عليه من قلب دينه وفي إلهه الذي يعبد وفي كتابه الذي يقدس أزي ما رد على غلط في الإسلام عشرة في المية يترد على كتابه مية في المية أو مية وخمسين في المية هل تعتقد أن النصارى الغرب اللي بيموله قنوات التنصرية لسبب الإسلام هل تعتقد أن هما هيسيبوهم يهجموا الإسلام لا 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 لو كان الردة الفعل أقوى من الفعل دوما لتأدبوا ده العبد لله بقناة قناة يوتيوب ولا صفحة فيسبوك بيخلي المنصرين يلطموا زكريا بطرس راح يا نظر صورتي وماجي خراء محمد نصيف وينو اليوم؟ تعالوا ايه عبر فيديوهات اللي عامل عني عامل عني 80 فيديو ايو أخذ آلاف المشاهدات ايو ايو ومضطر بس وينو اليوم؟ ليكو اختفى راح خلص ربنا وعده قال اختفى محمد نصيف اختفى محمد نصيف عامل لكم حرقان حارق حارق مواسيرهم يا ابو نصيف شوفوا بتتذكروا كان في شبع معتر اسمه محمد نصيف هذا ايو ايو معتر انا معتر اصلا بعد الولاد محمد نصيف عامل عني بدون مبالغة معين حلق لاني رفع دليل على انها اعترفت امام الناس انها بتبلغ على قناتي وعايزة تقفل القناة في واحد نسيت شو اسمه هيك ولد سافي وحتى لو تذكرت مبالغة خدتوا بالكو برضو المرة التانية قلة الايه؟ يا عمي قلة الادب دي انا هجبلك الدليل انها اصلا تعاليم الرب بتاعهم بلغت على فيديوهات عنو بلغت السراحات الادمينز اللي بلغ طبعا مو انا سمعت ايه؟ ايه ايه الدليل انها بتبلغ ايه الدليل انها بتبلغ على قنواتي اللي بلغ طبعا مو انا بلغوا بالفمسي على فيديو واحد لقلو هو عامل ستين لايف عني ستين ماجي خزان بتبلغ عني وعم تمحيلي وبتحامي ليه ما بتقول للناس يمكن يمكن نصيف لا يا شيخة ليه ما بتقول للناس ناس انك بتقول للناس يمكن نصيف يمكن نصيف يمكن نصيف؟ طب هو انت اعترفت باسمي او؟ واحد قالك انت حزفت الباريون من خوفك على قناتك وخليهم لأحزف لك قناتك كلها اه 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 ادفضيح عليك والدينك والربك اما تطلعوش تفتعو دراعتك وتقولوا نتحدى المسلمين فولما انكم اجبا خلق الله سمعت يا مسلمين هذه المرشومة محروقة ادي ايه من العبد لله من فيديوهاته؟ انتوا سمعتوا ادي ايه محروقة من العبد لله؟ شفتوا يا قوم نفس بتتمنى بتتمنى بقناة يوتيوب واحدة تقدر بيها لما تتعلم دينك تزلزل الباطل زلزلة تقلب الباطل تقليبا بقناة ولا بصفحة فيسبوك طلطف ده مش بث واحد ليه ده بثين ولا ثلاث ولا اربع بثات كل بث في يوم محمد نظيم ام النظيم عرفت؟ عرفت الطريقة ايه؟ عرفت الطريقة اللي توجع؟ الطريقة اللي تقدم؟ الطريقة اللي تعلم الادب؟ مش الطبطبة ولا ربنا يسامحه ولا ربنا يهديه ولا ربنا يحرقه مش كفاية مش كيف؟ عرف الاول كنت مسمح حد بيتطاول على الاسلام؟ كنت بضغاز بطريقة اني ممكن اتعب نفسيا فعلا 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 اتعب نفسيا او ضغطي ارتفع وانما لما ربنا منى علي بطريقة ولذلك الاخوة لو تفتكر اول ما بدأت في الرد على المنصرين كانت كنت عندي عصبية شوية ما كنتش حتى بضحك كده اول ما بدأت كانت عشان الغيرة شديدة الامر بس كنت بوظفها غلط فكنت بخرج وانا فقد الشعور اوي اوي انما دلوقتي الحمد لله نوعا ما بقيت بقدر ارتب ايه اللي يتقال وزي ما بيقولوا اخلي المحنة لمنحة احول المحنة لمنحة ولكن لسا لازلت هذه الحمية اصلا الله عز وجل اللهم رزقنا دوما الحمية والغيرة على ديننا اللهم امين يا رب العالمين عرفت بعد كده تعمل ايه؟ بدل ما انت عندك غيرة ومتهايق ومجعلها تتعلم دينك بس لازم تتعلم دينك تتعلم فيه؟ في عندك معاهد كتيرة جدا على مستوى العالم كله لو عجزت خالص ففي عندك اكاديميات موجودة على الانترنت مثلا تشترك في اكاديمية المحاور اكاديمية زاد اكاديمية كذا او كذا تتعلم منها دينك ثم تتعلم عقائد الاخرين تعلم عقد الاخرين اكتر منهم عشان لما تيجي ترد العبدالله راجع كده الحلقة دي نفسها فيها كم مصدر يا اخوة؟ انا اظن ممكن اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر مصدر مع ان الحلقة مش طويلة قوي ولو طولت قوله طول ها؟ مع ان مش طول قوي لكن في خمستاشر او عشرين كمان مصدر او فيديو او ما الى ذلك ما اجي اخرق لما بتجي تعمل فيديو لها ما فيش الكلام دا كله ولا زكريا بطرس زكريا بطرس ممكن يجيب الحديث الواحد بخمسين رواية اليه وفي الاخر يألف هو من عنده ويطرق الحديث اللي هو حديث واحد يعني كون بيتكلم في الحلقة كلها على حديث واحد وهو بيشرحه غلط ليه؟ الناس بضاعتهم زيفة بضاعتهم تلفة بضاعتهم مش موجود ده اللي انا جايبه اذ قد حرفتم كلام الالي الحي رب الجنود الهنا اسألكم بالله العظيم هل ده محتاج لف ودوران؟ ولا واضح للعيان؟ يا عم ده مفيش اوضح من كده هذا الاستدلال وحي الرب فلا تذكروه اذ قد حرفتم كلام الالي الحي رب الجنود الهنا ده محتاج واحد حتى زكي يا عم ده محتاج حتى بالغ ولا محتاج؟ ولا طفل ممكن نفهم الكلام ده؟ طفل يفهم صراحة ووضوح للاستدلال اذ قد حرفتم كلام الالي الحي بقى الالي الحي صحرَّف كلامه محتاج بقى مش محتاج هما بقى شف انت عا .. barrel انا انا نظرت احد القدام احد القدام المباشرين بقوله يعني اهيه اذ قد حرفتم كلام الالي الحي قال له اذ قد حرفتم يعني مش حرفته اه 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 في الختاءة ليصلك كل جديد وتكون سعيد اعمل ما في هذا الفيديو القادم لحديد. السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو انت شايفوا على اليوتيوب يشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكيلي من عدم وصول البث المباشر لهم والفيديوهات اول بول في اليوتيوب والفيسبوك. لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب باشتراك. بعد كده تفعيل الجرس تلكل. وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا. والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو في الفيسبوك. تعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القيمة دي. خليها المفضلة. وبعد كده المحتوى خليه قياسي. الفيديو كل الاشعارات. فيديو بس مباشر كل الاشعارات. بعد كده احديث كده الغالبية العظمة من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب بحيوصلك اشعارات جديد جديدة بيها. طيب. الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة. ادي بيبال من هنا والباتريوم من هنا. وفي الفيسبوك نفس النظام. وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور وانستجرام محمد نصيف برضو محاور وكذلك تويتر. ولا تنسونا ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم.